في في الصفوفة الأولى أخ مصري جزال الله خير زعلان عشان احنا قاعدين نتكلم عن فرعون ما سوى كده زعلان فبعد الصلاة جالي قال لي قرأ ايه يا شيخ وليد والله بقى لي 15 سنة في السعودية فرعون طلع فرعون نزل فرعون أكل فرعون شرب ما فيش أبو قهل ولي عشانه سعودي ايش راهكم أبو جهل سعودي اعترفوا فقال لي انت ما تبقوا نتكلمون وبعدين انت في الخطبة قاعد الفرعون أنت زرى أنت حشرة أنت مش عارفين يا عم انت ملكوا ما الفرعون ادونا عن أبو جهل قلت له حبيبي شوف الجمعة الجاية بإذن الله أعد خطبة كاملة عن أبو جهل أنا أوريك فيه بس هم شيء هدي عصابك وبإذن الله ما يسير إلا اللي في خاطرك الجمعة اللي بعدها جيت لقيت الآدم يمسندر بالصفة الأول ومعه ضيوف وانسيت أني مواعده اليوم في خطبة الجمعة وهو جالس أول ما جيت قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صار يدق اللي جنبه يقول له النهاردة الخطبة عن أبو جهل والله يا أخوان ما عديت خطبة عن أبو جهل المؤذن يا أذن سرت ما ردد وراه قلت وش ما فين أجيب له أبو جهل لحن ومواعد الرجال إلا أتكلم عن أبو جهل يوم انتهى المؤذن وقمت حمدت الله واثنيت عليه وصليت على الحبيب صلى الله عليه وسلم صلوا عليه أخواني طلعت على المنبر قلت ذكر الإمام البخاري في كتاب المغازي في عدة أصحاب بدر من حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وأصحابه في يوم بدر عددهم ثلاثمائة أو ببعة عشر رجلا هم خيار أهل الأرض في ذلك الزمان التقوا بخيار أهل السماء جبريل ومعه ألف من الملائكة التقوا بشرار أهل الأرض وعلى رأسهم أبو جهل قال المصري الله أكبر هل مهم بديت تتكلم دخلت في أبو جهل كل ما جيب أبو جهل قال الله أكبر والناس صاروا يلتفتوا عليه وخلوا الخطبة إلينا يا أخوان وصلنا آخر قتل أبو جهل لما قتلوا عبد الله بن مسعود وجاء يبشر النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابن مسعود من هذا قال هذا أبو جهل يا رسول الله طبعا المصري زاه الله خير مسوي كذا مبسوط وفرحان داخل جوه الخطبة قلت فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا يا ابن مسعود قال هذا أبو جهل يا رسول الله فسجد سجود شكر لله وقال فرعون هذه الأمة مصري سوى كذا قال لي قرأي شيخ ولي هو فرعون ورانا ورانا لازم في كل خطبة تجيبونا فرعون ولا لازم تبوز الخطبة قلت الله يجمعنا وياك في الجنة